قبل ما تشتري ماكبوك هتحتاج تجاوب على تلات اسئلة مهمين جدا. قبل اي حاجة انت محتاج تشتري ماكبوك اير ولا ماكبوك برو وايه هي مسحة التخزين اللي انت محتاجها واخر حاجة المواصفات اللي هتكون مناسبة اكتر لاستخدامك. فعلشان كده الفيديو ده هكلمك فيه عن اهم الاختلافات ما بين الخمس اجازة الماكبوك الام ثري. وبالطريقة دي تبقى انت وصلت لكل المعلومات اللي انت محتاجها علشان تشتري المناسب ليك بس سيرت لو الفيديو عاجبك ما تنساش تلوص. لايك للفيديو وتشترك في القناة ولسه ما اشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من المحتاج قناة متفتكش اي فيديو الجديد. وابتدي بالموديل الارخص سعرا وهو تلاتاشر بوصة وبعدين هنتكلم عن الموديلات الاعلى. والموديل ده سعره دلوقتي بيبتدي من اول الالف ومئة دولار او حوالي اربعة تلاف وتسعمية ريال سعودي. يعني هتلاقي تقريبا في حدود الخمسة وسبعين الف جنيه مصري. والموديل ده حصلت فيه شوية تحديثات نوعا ما عن موديل السنة للفتت اللي كان بيجي بالمعالج بالاضافة لان سعره اقل ميت دولار من موديل الام تو وقت ما تم اصداره. بتقدر تقول ان السعر ده منطقي نوعا ما لان فيه اوجه تشابه كتير ما بين موديل السنة دي وما بين موديل السنة للفتت سواء على مستوى التصميم او الشكل او التوازن الجهاز. ولكن المهم والرائع في الموضوع ده انك تاخد مكبوك بقدرات عالية وفي نفس الوقت قبل للحامل ومتنقل بشكل فوق. فلو انت بالفعل كان عندك مكبوك اير ام وان وبتفكر انك تعمل او تحديث فانت هتلاقي ان فيه قفزة رهيبة في الاداة. وده بسبب ان الموديل ده من المكبوك اير فيه نفس شريحة الموجودة في المكبوك برو ايم تري مقاس الاربعتاشر بوص. والفرق الوحيد هي ان هو بيبتدي بسي بيو او بواحدة معالجة مركزية تمن انوية والجي بيو او وحدة معالجة رسوميات تمن انوية ولكن ممكن تشتري النسخة الاعلى اللي بتيجي بجي بجي بيو عشر انوية مقابل ميت دولار اضافية. ولكن الام تري مكبوك برو بيجي بجي بيو عشر انوية فقط. ونقطة انك تعمل ترقية او ابجريد للجي بيو مش هي النقطة اللي بوصي بيها قوي المستخدمين لان الجمهور المستهدف اصلا لجهاز المكبوك اير مش هو الجمهور اللي هيستفيد قوي من فكرة فرق الاداء لما اعمل ترقية للجي بيو. ولكن في مكونات تانية تستحق ان يتعملها ترقية هكلمك عنها دلوقتي. ودلوقتي خلينا اكلمك عن الشاشة بتاعت الموديل ده اللي بيجي بشاشة مقاس تلاتاشر فاصلة ستة بوصة اللي كانت موجودة في الموديل اللي فات والشاشة دي اضايتها قوية والبيزلز ارحاف بتاعتها صغيرة وهي شاشة يعني بتدعم طيف لوني واسع وبتدعم لحد مليار لون. فسوى ازا كنت انت هتستخدم الجهاز ده في المدرسة او في الشغل او لمشاهدة المحتوى او حتى لتصفح الانترنت فالجهاز ده شاشته كويسة جدا. هي مش هتكون على نفس مستوى الشاشة بتاعت المكبوك برو مقاس الاربعتاشر او الستاشر بوصة ولكن هكلمك لسه عن النقطة دي بالتفصيل كمان شوية. ودلوقتي الجهاز ده بيجي بنزام صوتي مكون من اربع سماعات ولكن الاربع سماعات دول مخفين في الجزء بتاع مفصلة الشاشة. ولكن صوتهم عالي وبيدعموا الصوت التري دي. وهتلاقي ان صوتهم ممتاز جدا مع مشاهدة الافلام او لعب الجيمز او حتى عمل مكالمات الفيديو كول. ولكن نفس الموضوع بالنسبة للسماعات زي الشاشة تقدر تقول ان السماعات دي مش هي افضل سماعات بالمقارنة للسماعات الموجودة في الموديلات الاعلى من المكبوك برو. ولكن اقدر اقول لك ان صوتهم ممتاز جدا ويعتبروا من افضل السماعات الموجودة في اجهزة اللابتوب بشكل عolds. بالنسبة للكاميرا فهي نفس الكاميرا الموجودة في المكبوك برو اللي بتكون بدقة او الف تمانين في الف تسعمائة وعشرين بيكسل. بتقدر تقول ان الكاميرا دي افضل من الكاميرا اللي كانت موجودة في موديل المون اللي كان بييجي بكاميرا بدقة او دقة سبعمائة وعشرين بيكسل بالضافة لكده كمان لو د مجتمع بين الجديدة والمعالج بتاع الصورة الجديدة الموجود في المعالج الام ثري هتلاقي ان جودة الصورة بشكل عام افضل من الكاميرا بتاعت الام وان بالاخص في نقطة التصوير اللايلي او التصوير في الاضاءة المنخفضة. لوحة المفاتيح او الكي بورد ممتازة وهي هيا نفس الكي بورد الموجودة في كل المودلات تاعت الماكبوك السنة دي. ويمكن دي افضل او لوحة مفاتيح موجودة على لاب توب بشكل عام. الكيبورد حجمها كبير ومتينة وبتديك احساس جدا وانت بتكتب عليها والمفتاح نفسها سريعة الاستجابة. لو بصت على فعتقد برضو ان ابل يمكن تقريبا افضل شركة بتصنع لانها برضو سريعة الاستجابة ودقيقة جدا وتقدر تدوس عليها في اي مكان والفرق الوحيد ما بينها وبين الموديلات اللي قبل كده هو الحجم بتاعها. بالنسبة لما داخل ومخارج الواصلات فهتلاقي في الشمال المدخلين بالاضافة المدخل وعلى اللي مين هتلاقي مدخل سماعة الرأس لتلاتة ونصف مالي. فلازم تبقى اواخد بالك هنا من نقطة ان بما ان كل الواصلات على الشمال فكل حاجة هتوصلها على الجهاز تبقى على الشمال وحتى الشحن بتاع الجهاز هيبقى من على الشمال. دلوقتي خلينيك اللي مك عن نقطة او المواصفات اللي تقدر انك تختار ما بينها وانت بتشتريه الجهاز. وهبتدي باقل مواصفات او وباقل نسخة وهي النسخة اللي بتيجي بزاكرة موحدة او تمانية جيجا بايت. ولتقدر ترقيها لستاشر جيجا بايت او اربعة وعشرين جيجا بايت. وبالنسبة لمساحة التخزين الداخلية فبتكون اقل حاجة متين ستة وخمسين جيجا بايت وبتوصل لحد الاتنين تيرا بايت. اخد بالك هنا من نقطة ان المواصفات دي هتفضل موجودة معاك طول العمر في الجهاز. لان طبعا اجهزة الماكبوك مفيش فيها امكانية انك تزاود مسلا من الرام بعد كده او انك تزاود مساحة التخزين الداخلية. فلازم تبقى اخد بالك كويس قوي من النقطة دي انت بتشتريه ولازم تبقى محد متاعتك صحة من البداية. يعني على سبيل المسال مسلا شايف الافضل انك تشتري الجهاز بستاشر جيجا بايت. هده هيكون احسن من التمانية جيجا بايت على مستوى الاداء. وفي نفس الوقت ده يعتبر تحديث اهم منك تحدث او معالج رسوميات. ولكن بالنسبة لمساحة التخزين الداخلية فانا شايف انك ممكن تجيب المساحة اللي هتكون مناسبة للتطبيقات والملفات اللي انت هتستخدمها بشكل دائم على الجهاز. لان من السهل بعد كده انك تزاود مساحة التخزين دي بهاردات خارجية دي هتكون تكلفتها اقل بكتير. يعني ممكن بسهولة انك تشتري خارجي بساعة اتنين تيرا بايت بسعر مش هيعدي المية وخمسين او الميتين دولار. بالنسبة بقى لنقطة انك تبقى بتوصل شاشة خارجية على اللابتوب فالنقطة دي ممكن تبقى بتلغبط الناس شوية. فبالنسبة اللي بتكلم عنه دلوقتي الجهاز ده تقدر انك توصل عليه شاشة خارجية واحدة بمعدل تحديد ستين هيرتز وبدقة سيكس كي. وده في حالة انك هتبقى بتستخدم الشاشة بتاعت اللابتوب نفسها معي. يعني في الحالة دي هتبقى انت بتوصل شاشة خارجية بدقة سيكس كي. بمعدل تحديد ستين هيرتز مع الشاشة بتاعة اللابتوب وهي شغلة. لكن لو هتقفل اللابتوب ففي الحالة دي يتقدر انك توصل الشاشة تانية بمعدل تحديد ستين هرتز برضو ولكن بدقة مش بدقة سيكس كي. فيبقى انت كده عرفت انك لو هتستخدم الشاشة بتاعة اللابتوب يبقى تقدر توصل معي الشاشة خارجية واحدة لكن لو هتقفل الشاشة بتاعة اللابتوب ففي الحالة دي يتقدر انك تستخدم شاشتين مش شاشة واحدة. بالنسبة للبطارية فاداها ممتاز وكمان مع المعالج الجديد فأداها بقى احسن من قبل كده. ومع دعم شاشتين خارجيتين. فاعتقد ان الموديل ده هيبقى زي الموديل الفات الامتو اختيار ممتاز جدا للغالبية العظمى من المستخدمين اللي بيدوروا على جهاز مكبوك قوي ووزنه خفيف وقدروا يتحركوا بيه بسهولة في الاستخدامات اليومية سواء في المدرسة او الاحتياجات العمل بشكل عام. طيب ممتاز جدا انا افترض دلوقتي ان انت عاجبك علشان تصميمه رفيع وانيق ولكن انت محتاج شاشة مقاسها اكبر. ففي الحالة دي هنروح ولكن مقاس الخمستاشر بوصة مش التلاتاشر فاصل ستة بوصة. والجهاز ده هتلاقي سعره بيبتدي من اول الف وتلتمية دولار يعني سعره ازياد حقوق لي متين دولار عن المقاس الاصغر. ولكن في الحقيقة ان المتين دولار الزيادة اللي انت هتدفعهم دول هيتضمنهم ميت دولار علشان الجهاز ده هيجي بمعالج الرسوميات او بالجي بيو اللي بيكون بعشر انوية. ولكن مرة تانية فالجهاز ده هيجي بالسي بيو التمن انوية. واللي هيبتدي برضو او بزاكرة موحدة تمانية جيجا بايت. واللي تقدر برضو تعمل لها ابجريد لحد اربعة وعشرين جيجا بايت. وبالنسبة للمساحت التخزين الداخلية فهيبقى عندك برضو من اول المتين ستة وخمسين جيجا بايت لحد الاتنين تيرابايت. وبالنسبة لنقطة السرعة بتاعة نفسها الموجودة في فلول انت كنت بفعل بتستخدم ماكبوك اي一些 او ام تو فبالتأكيد هتبقى عرفت نقطة ان اللي بتكون بمساحة تخزين داخلية متين ستة وخمسين جيجا بايت بيكون سرعتها اقل بشكل ملحوز من اللي بتكون بمساحة تخزين اكبر من الفتين ستة وخمسين جيجا بايت. والموضوع ده هتلاحزوا سواء في مقاصل التلاتاشر بوصة او خمستاشر بوصة ان سرعة دي في الحجم الان ستة وخمسين ججا بايت هتكون اقل بكتير من سرعة في الحجم بتاع الخمسمية وتناشر جيجا بايت او الاكبر شوية. ولكن بشكل عام في الام ثري ماكبوك اير مقاس الخمستاشر بوصة هتلاقي في تقريبا نفس الموايزات ونفس كل حاجة موجودة في المقاس الاصغر اللي هو التلاتاشر بوصة. ولكن كل المويزات دي هتكون مع شاشة اكبر بحجم الخمستاشر فاصلة تلاتة بوصة واللي بتكون دقتها اعلى لان مقاس خمستاشر بوصة بيكون دقة العرض بتاعته الفين تمامية وتمانين بيكسل في الف تمامية اربعة وستين بيكسل ولكن مقاس التلتاشر بوصة بيكون بدقة الفين خمسمية وستين بيكسل في الف ستمية اربعة وستين بيكسل. وبالنسبة للنزام الصوتي في المقاس الخمستاشر بوصة فبيكون مكون من ست سماعات يعني في سماعتين زيادة عن الاربع سماعات الموجودين في مقاسة تلتاشر بوصة. فهتلاحز ان جودة الصوت في مقاس الخمستاشر بوصة افضل وهتلاقي ان الصوت بتاعه اعلى من مقاسل تلتاشر بوصة. كمان هتلاقي هنا ان في مساحة اكبر لانك تسند ايدك على اللابتوب وهتلاقي ان حجمها بقى اكبر من التلتاشر بوصة. فعلشان كده ممكن بتحس انه مقاسل خمستاشر بوصة ممكن يبقى مريح اكتر في الكتابة. وبالاضافة لكده في البطارية هنا حجمها اكبر لانها بتيجي بسعة ستة وستين ونص وات في الساعة مش اتنين وخمسين فاصلة ستة واط في الساعة زي موديل التلاتاشر بوصة. ولكن هتلاقي ان هي هي نفس مدة الاستخدام اللي بتكون خمستاشر ساعة في تصفح الانترنت او تمنتاشر ساعة في عرض الفيديو. بالنسبة للشاحن فمقاسة تلاتاشر بوصة بيجي معايا شاحن بقوة تلاتين واط وفيه مدخل واحد يو اس بي. لو حابب انك تعمل او ترقاية للشاحن ده ممكن انك تجيب الشاحن اللي بيكون بقوة خمسة وتلاتين واط وفيه مدخلين ولكن هتدفع عليه عشرين دولار زيادة. ولكن بالنسبة للمكبوك اير مقاسة الخمستاشر بوصة فبيجي بالفعل بالشاحن اللي بيكون فيه مدخلين ولكن في نفس الوقت فالجهازين بيدعموا الشاحن السريع لحد سبعين واط. وبالنسبة للالوان فالموديلين مقاسة تلاتاشر والخمستاشر بوصة بيكونوا متوفرين باربع الوان. هما والسطار لايت والسبيس جريي والسيلفر او الفضي. طبعا المكبوك اير سواء الخمستاشر او التلاتاشر بوصة ما بيكونش فيهم مروحة لتبريد فهتلاقي ان الجهازين دول صوتهم صامت تماما. بالنسبة لدعم توصيل الشرات الخارجية فهتلاقي برضو المكبوك اير مقاسة الخمستاشر بوصة بيدعم انك توصل عليه شاشة واحدة بدقة سيكس كي بمعدل تحديث ستين هيرتز. وده في حالة انك هتبقى بتستخدم الشاشة بتاعت الجهاز نفسه ولكن لو هتقفل الشاشة بتاعت الجهاز هتقدر انك توصل عليه شاشتين واحدة بدقة سيكس كي والتانية بدقة ودلوقتي هكلمك عن اكبر تحديث حصل في اجهزة اللابتوب بتاعت ابل السنة دي وهو الام ثري مكبوك برو مقاس الاربعتاشر بوصة واللي بيعتبر بديل للموديل اللي فات الام تو مكبوك برو مقاس التلاتاشر بوصة. والموضوع هنا يبتدي يبقى مربك او بيلغبط شوية بسبب الطريقة اللي ابل بتسمي بيها اجهزة المكبوك الخاصة بيها واللي تشباتك جديدة او المعالجات الجديدة بتاعتها. لان زي ما قلتلك ان انا هكلمك دلوقتي عن ام ثري مكبوك برو مقاس الاربعتاشر بوصة ولكن في موديل تاني وهو الام ثري برو مكبوك برو مقاس الاربعتاشر بوصة بل. وعلى الرغم من ان الاسماء تبدو متشابهة ولكن هتلاني فيه اختلافات في الموصفات ما بينه. وهبتدي بالتصميم الخارجي للجهاز مقاس الاربعتاشر بوصة اللي تصميمه بيعتبر تخين نوعا ما بالمقارنة للمكبوك اير مقاس الخمستاشر بوصة. ولكنه بيجي بنفس التصميم الخارجي تقريبا. المكبوك برو بيكون فيه مدخلين تاندر بولت تري يو اس بي فور مع مدخل سماعة الرأس التلاتة ونصف ميلي ومدخل في الشمال. واس دي اكس سي كارد ريدر ومدخل اتش دي ام اي في اليمين. وطبعا حبيت فكرة ان يكون فيه كارد ريدر في المكبوك برو على الاعتبار ان انا مش يحتاج ان انا جيب كارد ريدر خارجي كل ما اتحرك بالجهاز ولكن في نفس الوقت النقطة دي ممكن ما تهمش ناس كتير. كمان فكرة ان يكون في مدخل اتش دي ما هي تساعدك على انك توصل الشات اكتر من غير ما تحتاج لادابتور. ولكن احنا هنا شوية هنكون اقل من في نقطة توصيل للشاشات الخارجية. لان مكبوك برو ما اصل لاربعتاشر بوصها بيضعم انك توصل عليه شاشة واحدة خارجية بس. والشاشة دي اما تكون بدقة سيكس كي بمعدل تحديث ستين هيرتز عن طريق مدخل او انك توصل الشاشة بدقة بمعدل تحديث مية اربعة واربعين هيرتز عن طريق مدخل الاتش دي اما وي. وده بغض النظر عن ازا كنت هتفتح اللابتوب او هتقفله. في الحقيقة حاجة غريبة شوية من ابل ان الميزة دي تكون موجودة في النسخة الاير ومش موجودة في النسخة البرو. ولكن بالنسبة للشاشة بتاعت اللابتوب نفسه فهو قوي جدا لان الشاشة دي بمقاس اربعتاشر فاصلة اتنين بوصة من نوعات وهي نفس الشاشة الموجودة في النسخة الاعلى اللي هي وفي الحقيقة شاشة مزهلة وحدة جدا والالوان فيها واضحة بشكل مثير للدهشة. وده يمكن بسبب انها شاشة بتكنولوجيا لاضاة الخلفية الميني ليد مش بتكنولوجيا لاضاة اللي دي العادية الموجودة في النسخة الاير. وده بالتالي هيساعد عن ان يكون فيها عدد اكبر من وبالتالي درجات اللون الاسود فيها هتكون اشد سوادا من كمان شاشة بتاعها او اقصى شدة لاصطوع الاضاة فيها اعلى بمية نتس من مع المحتوى الاس دي ار وبتوصل لحد الف نتس مع المحتوى الاتش دي ار واقصى زروة لاصطوع بتقدر توصلها الشاشة هي الف وستمائة نتس مع المحتوى الاتش دي ار. فلو اغلب المحتوى اللي انت بتتفرج عليه محتوى ايس دي ار ممكن ما تحسش ان الفرق كبير قوي ولكن مع كمية الانتاج بتاعت المحتوى الاتش دي ار اللي بتدت تزيد في الايام دي فهتلاقي ان الفرق كبير فعلا مع المحتوى الاتش دي ار. كمان الشاشة دي بتدعم او معادل التحديث التكييفي من ابل او اللي بيوصل لحد مية وعشرين هرتز. والادابتف ريفريش ريت بيعتمد بشكل اساسي على اللي انت بتعمله على اللابتوب لانه بيتراوح ما بين الاربعة وعشرين هرتز لحد المية وعشرين هرتز. طبعا ده عشان يحسن من تجربة الاستخدام ويزود من عمر البطارية. بالنسبة للتراك باد في حجمها هنا اصغر من مقاسة الخمستاشر بوصة. ولاحة المفتاح بتاعته بتكون زي بقية الاجهزة وبيكون فيها فوق مجموعة من وده بالاضافة لزرار كبير او لبصمة الصوبعة. فخلاص دلوقتي ما بقاش فيه اللي كانت موجودة في الجاز من فوق واللي ممكن تكون بعض الناس حبت الفكرة دي وممكن تكون بعض الناس يعني ما حبتش الفكرة. بالنسبة للكاميرا فهي زي الكاميرا اللي بتيجي في بقية الاجهزة بتاعت السنة دي اللي بتكون بدقة فول اتش دي. ولكن النزام الصوتي تعمل له وبقى نزام صوتي عالي الدقة مكون من ست سماعات. ولكن الفرق هنا ان السماعات اتحطت في الجنب بتاع اللابتوب وده فرق في جودة صوتها بشكل كبير. طبعا التلات موديلات بتوع الماكبوك برو بيكون فيهم مروحة علشان تقلل من درجة حرارة اللابتوب. وبالتالي مش هيكون فيه انخفاض في اداء اللابتوب لما قوة البروسيسور توصل لدرجة مية في المية لفترات طويلة من الوقت بالمقارنة للمكبوك اير اللي بيكون فيه انخفاض في الاداء بتاعه بنسبة سبعة ونصف في المية تقريبا. وده طبعا بسبب ان المكبوك اير علشان ما فيهوش مروحة فبيضطر ان هو هيقلل من الاداء بتاع المعالج شوية علشان يحافظ على درجة حرارة. المكبوك برو بيبتدي بسعر الف وستمائة دولار. والسعر ده بيكون للنسخة اللي بتيجي بسي وتمن انوية وجي بي وعشر انوية وتمانية جيجا يونيفايد رام مع سعة تخزين داخلية خمسمية وتناشر جيجا بايت. فانتهينا بتاخد اس اس دي اسرع ولكن برضو بيكون او عرض نطاق الميت جيجا بايت زي المكبوك اير. بتقدر تعمل ترقية او لليونيفايد ميموري لحد ستاشر جيجا بايت او اربعة وعشرين جيجا بايت. وده بالاضافة لانك تقدر تعمل لمساحة التخزين الداخلية لحد اتنين تيرابايت وده مرة تانية زي المكبوك اير. بالنسبة للبطارية فانتهينا بتاخد بطارية بساعة سبعين واط في الساعة ولكن برضو بالنسبة لمدة التشغيل بتاعتها فهتقدر تشغلها لمدة خمستاشر ساعة مع تصفح الانترنت زي المكبوك اير ولكن تقدر تشغلها لمدة اتنين وعشرين ساعة في مشاهدة الفيديو وده يعتبر اربع ساعات اكتر من المكبوك اير. بالنسبة للشاحن فالجاز هنا بيجي بشاحن بقوة سبعين واط وفيه مدخل واحد ولكن تقدر تدفع عشرين دولار زيادة وتجيب الشاحن الاعلى بقوة ستة وتسعين واط ودي بتعتبر اقصى قدرة يقدر يستحملها اللابتوب. سامحوني بقى ازا كنت بقولوا الاسعار في الفيديو ده بالدولار مش بالجنيه المصري بس في الحقيقة والتسعر بالجنيه المصري شكله غريب وتقدروا تشوفوا الاسعار بنفسكو على موقع نون او على موقع انزل. دلوقتي خلينا كلمك عن النسختين الاعلى النسخة اللي بتيجي بالام ثري برو والنسخة اللي بتيجي بالام ثري ماكس تشيب. ومره تانية ابل ما غيرتش في التصميم الخارجي برضو بتاع الجهازين دول ولكن ركزت اكتر على الاداة. هتلاقي برضو في الجهازين دول نفس الشاشة المزهلة الموجودة في ونفس لوحة المفاتيح ونفس ونفس التصميم تماما. بستثناء بس انه بيجي باللون مش باللون بالنسبة للمداخل هتلاقي هنا بعض اللي بتخلي الجهاز ده جهاز برو على حق فعلا. هتلاقي في الجهاز ده تلات مداخل مدخل في اليمين ومدخلين في الشمال. وده بالاضافة لمدخل الموجودين في اليمين. ومدخل ومدخل سماعة الرأس التلاتة ونص ميلي الموجودين في الشمال. لو هتجيب الموديل اللي بمقاس اربعتاشر بوصة اللي فيه شريحة فهتقدر انك توصل عليه شاشتين بدقة بمعدل تحديد ستين هرتز. او تقدر انك توصل شاشتين شاشة منهم بدقة بمعدل تحديد ستين هرتز. وشاشة بدقة بمعدل تحديد ما ربعة واربعين هرتز. ولو هتجيب النسخة اللي بالمعالج فهتقدر انك توصل تلات شاشات بدقة بمعدل تحديد ستين هرتز. والشاشة رابعة بدقة بمعدل تحديد ما ربعة واربعين هرتز عن طريق مدخل الاتش دي ام والاختيارات دي مش هتفرق فيها ازا كنت تفتح الشاشة بتاعت اللابتوب او اقفلها. في كل الاحوال هتقدر انك تعمل الاختيارات دي مع شاشة اللابتوب ويا شغالها. فتقدر انك تعمل قوية جدا متعددة لاستخدامات وتستخدم كشاشة اسية. بالنسبة للموصفات الشرحتين والام تري ماكس. فالام تري برو تقدر تجيبه بسي بيو حداشر او اتناشر نواة. مع جي بيو او معالج رسوميات اربعتاشر او تمنتاشر نواة. وبيبتدي من تمنتاشر ميجا بايت لليونفايت ميموري لحد ستة وتلاتين جيجا بايت. وبمساح التخزين داخلية بداية من الخمسمية واتناشر جيجا بايت لحد تمانية تيرابايت. فلو هتقارن الشريحة بتاعت عادية الموجودة في الماكبوك برو بالشريحة بتاعت الموجودة في الماكبوك برو هتلاقي ان الشريحة بتاعت بتدي لك نوايتين او تلات انوية زيادة للاداء. ونواتين زيادة للكفاءة. بالاضافة لكده بتاخد اداء افضل على مستوى الجي بيو ونطاق رددي او اوسع على مستوى الزاكرة. ولو بتدور على اداء افضل من كده فممكن تستخدم شريحة. وفي شريحة بتقدر تختار ما بين اربعتاشر او ستاشر نواية للسي بيو. وبين تلاتين او اربعين نواية للجي بيو. وبالنسبة هيبقى عندك بداية من الستة وتلاتين جيجا بايت لحد مية تمانية وعشرين جيجا بايت يونفايد ميموري. وده بالاضافة الاسرع باند ويت الزاكرة الداخلية اللي بيوصل ما بين التلتمية لربعمية جيجا بايت بير سكند. فببساطة زي كنت بتدور على كمبيوتر خارج فعلا فهو هيكون الحال بالنسبة لك. فلو انت ما تعرفش انك محتاج فما تفكرش انك تشتري لانه هيكون اداءه قوي جدا على اغلب الناس ويعني اغلب الناس مش محتاجة لكل القوة دي في اي حاجة. وطبعا القوة الرهيبة دي بيكون لها تأثير على البطارية على رغم انك هنا بتاخد بطارية بساعة اكبر بتوصل لاتنين وسبعين فاصلة اربعة وط في الساعة ولكن هتقدر تشغلك الجهاز في تصفح الانترنت لمدة اتناشر ساعة بس او لمشاهدة الفيديو لمدة تمنتاشر ساعة بس. ودي طبعا تعتبر مدة زمنية اقل من الاجهزة اللي فاتها. والكلام ده ينقلنا الاكبر واضخم فيهم وهو مقس ستاشر فاصلة اتنين بوصة. بالتأكيد طبعا الشاشة دي هتكون حجمها اكبر ووزنها اتقل. لكن في الحقيقة مقسة لستاشر بوصة شكله مذهل فعلا. الشاشة دي تقدر تقول ان هي النسخة الاكبر من الموجودة في في leading برو مقسة للأربعة وعتقد ان دي ممكن تكون افضل شاشة موجودة على اي بشكل عام. انت هنا بتاخد نفس المميزات والوظائف الموجودة في الجهاز بمقاسة الاربعتاشر بوصة. ولكن النزام الصوتي هنا هيكون افضل كمان من مقاسة الاربعتاشر بوصة واعتقد ان ده هيكون برضو افضل نزام صوتي موجود على اللاب توب في العالم. وده بالاضافة انك هتاخد اكبر حجم من على الرغم من ان حجم اللوحة بتاعت المفتيح ما تغيرش وثابت زي مقاس الاربعتاشر بوصة. ولكن المساحات الفاضية اللي حاولين الكيبورد اللي تقدر تسند عليها ايدك بتخليك مرتاح اكتر في الكتابة. ولو هتقرن الاسعار فالنسخة دي مش موجود منها النسخة الام تري العادية يعني هتلاقي منها يا اما ام تري برو يا اما ام تري ماكس لكن مفيش ام تري بس. والنسخة دي بتبتدي بسي بيو اتنشر نواية وجي بيو وطمانتاشر نواية. وده يعتبر او ترقية بقيمة متين دولار عن مقاس الاربعتاشر بوصة من الام تري برو. وده بالاضافة لانك بتاخد هنا شحن اقوى بقوة مية واربعين واط علشان الفستت شارجينج او الشحن السريع. وعلى الرغم ان ساعة البطارية في الجهاز ده بتكون بساعة مية واط في الساعة. ولكن هتلاقي ان هو تقدر تستخدمه برضو نفس المدة الزمنية بتاعت الام تري مكبوك برو مقاس الاربعتاشر بوصة اللي بتوصل خمستاشر ساعة في تصفح الانترنت واتنين وعشرين ساعة في مشاهدة الفيديو. اتنان الفيديو ده يكون ساعدك في انك تاخد قرار الشراء بتاعك ودلوقتي تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي تظهر قدامك ويريد في الناية متنساش اللايك والاشتراك في القناة ونتقبل فيديو جديد ان شاء الله. سلام.